تتواصل معاناة الفلسطينيين في غزة للحصول على الطعام وشراب في ظل الحصار الإسرائيلي وما لا تجعنه من نقص في المستلزمات الغذائية أبو خليل وهو من أهل غزة يقود درجته اليوميا أو يوميا وسط الركام الذي لحق بالمدينة كي يصل إلى مغباس على أمل شراء بعض الأرغفاء لعائلته وسط أكوام الركام والدمار الذي حل بمدينة غزة يقود أبو خليل دراجته الهوائية للوصول إلى مخبز يأمل أن يجد فيه رغيفا يسدر مقا عائلته خليل هو المعيل الوحيد للأسرة يأخذ دراجته ويقصد المخبز بشكل يومي ويمكن أن يكون الطريق خطيرا إذ يمتد بطول شوارع مدمرة يتعذر على السيارات المرور فيها ويعيش أبو خليل مع عائلته المكوانة من 12 فرد في شقة مستأجرة بعد أن دمر القصف الإسرائيلي بيته القديم فيما تعاني ابنته من السرطان حيث كانت تذهب إلى إسرائيل لتلقي العلاج لكن ذلك لم يعد ممكنا منذ بدء الحرب على غزة وعادت مخابز شمال غزة للعمل غير أن خطر المجاعة لا يزال يلوح في الأفق على الرغم من زيادة الإمدادات وفقا لتحذيرات متواصلة لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد الأسبوع الماضي أن شمال غزة لا يزال يتجه نحو المجاعة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي